مستثنائي مع الأخذ في الاعتبار كمان التزامات وارتباطات الكرة المصرية سواء بطولة أمم أفريقيا سواء تصفيات كاسعالم سواء مشاركة الأوليمبي في دبرة العرب الأوليمبي طيب هبدأ معكم بعض الأخبار المرتبطة بالأنداء الأفريقية وأسمع تعليق منكم وبرضو لو عندكم معلومات أو أخبار عن الأنداء دي يهمني أسمع منكم ايه آخر مستجدات واحد جماهير الترجي حارفين طبعا أنه طبعا جماهير الترجي بتجبر معين الشعباني على إعفاء نجمين من نجوم الفريق من التدريبات هقول لكم تفاصيل خوار سخدوا بالكم أنه برضو لازم تحط في اعتبارك أنه في صدمة حصلت من جماهير الكولة أفريقية نتيجة مشاركات الأندية الأفريقية في البطولة العربية أفريقيا خرجت خالية الوفاة كل ممثلي قارة الأفريقية وضعوا البطولة وده بالتأكيد أثار يعني غضب الجماهير الأندية دي وخصوصا أنه كان فيه فارق كبيرة جدا وفارق واضحة نتكلم طبعا على استبعاد محمد أمين بن حميدة ومحمد علي بن حمودة من تدريبات الفريق نتيجة هجوم الجماهير عليهم اللي كانت حضر التمرين بتاعت الترجي ماجد؟ الترجي بيعاني مؤخرا طبعا إحنا شفنا السنة الأخيرة مش ده الترجي اللي هم بيقولوا عليه يقول أفريقيا الترجي كان بيبقى فريق عنده عناصر أفضل من كده عنده لعيبة أجانب أفضل من كده يمكن مؤخرا تابعنا أخبار نادي الترجي أنه بدأ يغير فكره من ناحية اللعيب الأجانب بدأ يجيب يبص ناحية أمريكا الجنوبية شوية تعاقد مع لعبين برازيليين وده مش متعودين على الترجي الترجي من الأندية اللي بتعرف تنطقي كويس جدا اللعيبة الأفارقة ودائما بيصدر لعيبة أفارقة سواء لأوروبا سواء حتى لمنطقة الخليج فدي خطوة جديدة من إدارة الترجي قد يكون معاناتهم الفترة اللي فاتت هي اللي خليتهم تفكر بشكل جديد دخلين على منافسات قوية دخلين دوري دوري السوبر مفقدوا حتى لقب الدوري السنة الفاتح مفقدوا لقب الدوري هم بيعانوا بشكل كبير جدا يعني الأهلي كان في نزهة وهو بيلعب الترجي في تونس في دورة أبطال أفريقيا يمكن من أسوأ فترات الترجي خلال العشر السنوات الأخيرة ويمكن من 2019 من آخر مرة خلت فيها اللقب الأفريقي أحمد وهو مش يعني أنت مع موسيماني كسبت الترجي رايح جاي مع كولر كسبت الترجي رايح جاي فواضح أن الترجي بيعاني رغم أنه ظهر بشكل جيد جدا في بداية البطولة أو في دور المجموعات لكن لما جي واجه الأهلي في الأدوار الإقصائية ما ظهرش الترجي بالشكل اللي احنا نعرفه بص أحمد هو الترجي في مرحلة انتقالية لأنه بدأ يعني هنا شايفين حتى في الانتدابات الكبيرة اللي هو عملها الموسيم الحالي مع معاين الشعباني فبيني أنه هو بيغير جلده أنه هو أكيد الجماهير ومجلس الإدارة الترجي مش راضين تماما عن المستوى اللي ظهروا به في بطولة أفريقيا سواء الموسيم اللي فات أو حتى المواسم اللي قبل كده فبدأوا يغيروا جلدهم حتى زي ما ماجد قال أنه هم بدأوا يبصوا ناحية أمريكا اللاتينية وبدأوا يتعاقدوا مع لعيبة مختلفة أنا بشوف أن معاين الشعباني حتى من قائم موجوده في مصر هو بيبيل المدرسة اللعبة الموهوبين يحب مدرسة اللعبة اللي عندها كورة كويس فهو حتى كان طالب محمد عنطر من اللعبة اللي كانت موجودة كان يتمنى اللعبة الحريفة يستغل معي فبالزبط فهو من مدرسة المدربين اللي أعتقد هيكون مدي الترجي الموسم ده قوة لأنهم أعتقد عايزين يعملوا حاجة مختلفة عن الموسم اللي فات فتغيير الجلد باين جدا في انتداباتهم وحنا نيجي نتكلم دوقت عن اللعبة الكتير اللي مشت من الترجي وعلى المركاته طبعا سواء لعبة رحلت عن صفوف الترجي أو لعبة أو صفقات جديدة أبرمتها إدارة الترجي طب خلينا نروح للوداد المغرب والوداد المغربي طبعا واحد من أبرز لعبي من أبرز لعبي المغرب عموما يعني في الفترة الحالية ويمكن يكون اللعب اللي بيلعب المحلي الوحيد اللي ممكن يكون بيشارك مع المنتخب المغربي من أغلبهم لعبة طبعا أو كلهم تقريبا محترفين في أوروبا أو مولودين في أوروبا ويحي عطيه الله ويحي عطيه الله كان فيه كلام كتير عليه في الفترة الأخيرة انتقال من الوداد لنادي الاتفاق السعودي لكن مؤخرا حسمت الصفقة دي عن طريق ستيفان جيررد اللي قرر أنه مش محتاج يحي عطيه الله لأنه من وجهة نظره شايفه أنه غير مناسب لطريقة اللعبة أو لفكر ستيفان جيررد اللي حابب أنه يعمله في السعودية فبالتالي دارة الوداد فتحت الباب مرة تانية للمفاوضات مع يحي عطيه الله عشان يجدد معهم لكن يبدو أن المفاوضات متعسرة ويتبقى أنه هل تقنع دارة الوداد يحي عطيه الله بالبقاء ولا يرحل أيضا وما زالت فترة الانتقالات مفتوحة شايف إمكانية بقاءه في الوداد إزاي مجد وشايف تأثر الوداد هيكون إزاي لو رحل المدافع يحي عطيه الله طالما تفتح باب الرحيل أعتقد أنه هيفضل مفتوح لحد نهاية سورة الانتقالات فكرة أن اللاعب كان قرر رحيله وكان قريب زي ما أنت قلت أنه هو التوقيع للنادي الاتفاق السعودي هيخلي وكيله يدور على عرض تاني حتى لو مش في دور السعودي كان برضه ارتبط بأكتر من نادي في فرنسا فهو ما زال فيه إمكانية كبيرة أن هو يغادر نادي الوداد خاصة أن الأمور ما بينه وبين إدارة نادي الوداد المادية ما وصلتش لما فيش تقارب يعني اللعيب طلباته أكبر شوية يعني اللعيب المغربية عمونه بتدفع شروس كبير ما بتدفعش كتير زاعد أن اللعب حابب يخد تجربة الاحتراف فكرة تواجده مع المنتخب المغربي وهو لعب محلي ولمنتخب المغربي مضايقة شوية أكيد مش مضايقة بس هو فكرة أنه هو شاف اللعيبة لما وصلوا نص نهاية كاس العالم من عشرين اتنين وعشرين أكيد حمسه وأكيد مخليه حابب يخد تجربة احترافية أعلى شوية وأعتقد خروجه من نادي الوداد هيكون ضربة كبيرة جدا للنادي اللي بيحاول يعوض وبيحاول ابن فريق خصوصا بعد يعني يمكن كان ريدا سليم واحد من أهم أهدفهم لصفقة النادي الأهل الجديدة تبعت ردود أفعال الوداد كمان كان دخل في ريدا سليم الوداد كان مهتم به جدا أنا عارف أنه في مصر هنا أطراف كتير جدا مش بس كتبعته وكتعايز أبوى الصفقة الوداد تبعت ردود أفعال حتى لو ما كانش المسؤولين فكان الجماهير الوداد تتمنى أن ريدا سليم يكون لعب في فريقهم لأن هم شايفينه كان نجم سوبر في الدور المغربي الموسم اللي فات فضربات كتيرة على مادي الوداد أخرهم طبعا كمان الخروج من البطولة العربية موسم للنسيات وضيع عليهم الدوري يعني خرجوا بطولة العربية خسروا النهاية الأفريقي قداما